صباح الخير او مساء الخير يا برج الحوت. فهنبدأ ببرج الحوت القراءة العاطفية. وان شاء الله خير بازن الله ان شاء الله يعني. تعني بنشوف الطاقة العامة لبرج الحوت وللشريك كمان. اه دي طاقتك يا برج الحوت انت حاليا زي ما تكون اه بتفكر تبدأ شيء جديد. بتفكر تبدأ حياة جديدة. بتفكر تبدأ مشروع مسلا اي شيء. ومحتر ما بين امرين. هنشوف كده اللي بعدها. اه انت الظاهر كده اه خارج من علاقة فيها انفصاف. ويعني محوط على مشاعرك. بطريقة بطريقة يعني جمد قوي. ولمنت يعني كل اللي فاضلك. وبدأت ان انت تشوف بقى طريقك قدام ايه? ده من الاخر يعني. اوكي? ولو اعتبرنا دي طاقة الحبيب. فالحبيب بيرقبك. وابيرقبك مراقبة جمدة قوي يعني. ممكن تكون مش ملاحظوا لانه مخب نفسه بص عاطلت نفسه كده. بس كان فيه انفصال وانفصال قاسي شوية. يعني تقلمت شوية برج الحوت. تعني بنشوف بقى الحبيب اللي بيرقب ده. مشاعره ايه? مشاعرك. شايفك ازاي? شايفه ازاي? لا 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 لا. في ايه? في واحد شايف ده التاني شايف كده? طيب نشوف هنا اه ناوي على ايه? او ناوي ايه الخطوة اللي ياخدها? وانت ناوي على ايه? الله. الله برج الجوزاء ظهر لنا بوضوح. يعني بقول لنا انا مسيطر هنا. طيب اه الاعلاقة دي اه هو شايفها هتبقى عاملة ازاي? او شايف ان الخطوة دي هتؤدي الى ايه في الاخر اوكي? شايف يعني نبقى مع بعض يعني. طيب انت شايف العلاقة دي ازاي? ونصيحة في الاخر. طيب. ما بدين كده يا برج الحوت? الشريك زي ما يكون كان اه في عزلة. اوكي? لان انا عندي هنا كارت زاهر متل هو بتتعامل مع برج العزرق. وعندي هنا برج السراطن كمان. انا هقول الابراج كده واحنا ماشيين بالترتيب عشان ناس اللي بتسألني مقولتيش الابراج مقولتيش كزا. ومش لازم الابراج. يعني ممكن يكون برج وميزان بس طاليا جوزان. عشان ما فاهمين يعني. لان دي طاقة. هي طاقة مش اكتر. طيب. اه طبعا ده كارت برج السراطن. ده شخص اه فجأة كده فجأة بدون اي مقدمات فاق من غيبوبة تقريبا كان ناين فيها ولا حاجة. وعايز ياخد قرار. عايز ياخد قرار. ومحتر ما بين القرار ده وقرار ده. ده شخص طبعا الكارت العربة محتار ما بين قرارين. يعني يخش مين ولا يخشش مين. طبعا لا بيض والاسود بينين اهما. اه في مقابل ان انت مشاعرك ازا صام. انت انت ممكن تكون اه مش مش مشاعرك حلوة بالنسباله. انا ما بقولي هنا مشاعر الشريك ممكن تكون مش بالنسبالك انت. ممكن تكون مشاعره حاليا عموما يعني. تمام? فهو حاليا محتار. اوكي? انما انت انت شكلك زي ما انت لك انت انت عايز تبتدي يعني شيء جديد مشاعرك. اه مش عارفة جبالك ازاي برج الحوت انت تشافيت. بالزبط كده. انت تشافيت. لان زي الصن بيجي بعد دايما ديقة. بيجي بعد خنقة. بيجي بعد قرف. بعد بكاء. بعد اي حاجة بقى عموما اي حاجة باشا. فانت مشاعرك مزهزها. السجاجيكي ده اللي تلعيد لما بنغسلها بتبقى مزهزها. هي كده بالحرف. وانا لسه عامل يعطى وضيحات. هقولك هو عايز ايه هنا. فخلينا نشيل الكروت بتاعتنا اللي هنا دي هي. دي هي. ونشوف العربة. العربة شاريت. هو الظاهر كده والله اعلم انه محتر فعلا. اه. 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 لا 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 يا برجو الحود لا 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 تعملت ايه في الشريكة برجو الحود? ده دفاق فعلا بعد غايبوبة. ده الظاهر انه هو اه ام النوم كده دوره عليك ملقكش. قال ينهر ازرق. هو راح فين? سيب برجو الحود ما قولكمش. بنختفي مرة واحدة. مرة واحدة كده. ممديش سبيق انظار. بالزبط حرفيا كده. فام النوم الصبح كده قال الله. هو راح فين? فطب ايه ده? ايه ايه راحت فين ولا? ولا هو راح فين? طب ما دور علي طب مش عارف ايه. ممكن يكون الشخص ده ما كانش مبين لك مشاعره خالص. نهائي. وكان مبين لك بس الوش ده. لقى? لان انت شايفه شخص. مخبي مشاعره شخص. ماسك سيفه على اي حاجة وبيتلك ك. وممكن يكون كان بيطنشك. تبعط له مايردش. تكلمه مايردش. يكلمك بمزاجه ويخلص الكلام بمزاجه. وانا ابتدي بمزاجي وادخل شخص من الاخر كده عنيف. بيصد. لانه ماسك على مشاعره. فهو ماسك على مشاعره. ولكن حاليا هو عايز يجي. عايز يجي يقدم لك الاس اف كبس. او ده ده بحبك قوي. بحبك قوي قوي برج الخوط يعني مش 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 زهر. ده عايز عايز بجد يعني عايز بداية جديدة. عايز بداية حقيقية. بداية بقرار فعلا هو شكله كان بيستهبل مسلا. كان بيستهبل كان بيتلكع معك. كان بي مسلا تقوله ازايك يرد عليها بعد يومين. مسلا. مسلا يعني. آآ الشخص ده عايز آآ التباعد اللي ما بينك وده ينتهي بقى. بالزبط. احنا بنا تباعد. بنكلم بعض في الاحلام. على فكرة هو بيحلم بيك. اوكي? ولما اقول بيحلم بيك مش لازم يكون بيحلم بيك اللي هو بيشوفك بقى على الاحصانة بيض. وقال لا لا لا. الكلام ده. ممكن يكون بيحلم بيك بيشوفك مسلا في لقطة في الحلم كده. فعايز ياني التباعد ده بقى. وآآ فرصة جديدة. نبدأ بقى فرصة جديدة بقى ونبطل بقى انا انا بدق بجد. بدق بجد. الشخص ده تقريبا زي ما قلت لك كان مخب مشاعره. كان قافل على مشاعره. وآآ حاطتها كده جنبه وبيرفضك بيصدق. فانت زهقت. قلت له خلاص يا عم بقى. لما انت خلاص شكرا يلا عم نروح بقى. خلاص اهو. انا حكمت بالعدل اللي انا جاي لك ولا انت تروح لي. وسلام عليكم عليكم السلام. وانا روح لي اشوف لي بقى حد تاني يديره الحب اللي عندي ده بقى. ما خلاص بقى خلصت. صاح من النوم ما لقكش. انت مشاعرك زي السامن. انت ممكن تكون لما هو يجي لك انت هتبقى فرحان قوي. بس انا هقول لك انت هتبقى فرحان بس في نفس الوقت هتباين بقى طبعا بقى برج الحوت لما كرة تيجي في ملعبه بيتانك بقى. هتبقى فرحان وسعيد جدا. ولكن ممكن تكون مسلا يعني مش هتتغر ولكن هتقول معلمه درس. معلمه درس. هو يعني 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 يسيبني ويمشي. شفت شفت اه انت تعبان قوي يا برج الحوت. تعبك قوي 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 قوي. تعبك قوي انت كمان انت تشافيت. انت تتشافع. انت انت انتظرت رجوعه كتير قوي. الشخص ده قلمك بطريقة ما تتصورش. الشخص ده ممكن ما تكونش خيانة. بس ممكن تكون مسلا رائبته مسلا فلاقيته بيعرف ناس تانية. وانت بتتكلم معاه. طب يا عم انت بتكلم بتكلمني وبتكلم ناس تانية. طب يا سيدي ما تفهمني حقيقة مشاعرك دي ايه? لا ما بيردش. وانت عندك حنيل شديد قوي ليه? مع انك واخد العشر صيوف. بس برج الحوت بقى نعمل في ايه? القلب الطيب ده نعمل في ايه طيب. وخلي بالك. هو شعر ان انت انت الحب الحقيقي. انت الحب الحقيقي. ما تخافش. انا عارفة ان برج الحوت بيندم جدا على الحاجات اللي ادهال شخصي. ما تقوم بانديتي اهتمام. اديت اي حاجة ما تخافش. الكرة في ملعبك. انت انتظرته كتير قوي. قوي. انتظرته يتعيد مرة واثنين وتلاتة. اديت له تنبيهات مرة واثنين وتلاتة. لغاية ما قلت بس كفاية. عشر صيوف كتير قوي. يعني زي ما يكون حصل شيء خلاك تنهي الموضوع. تقول له مع السلامة بقى كفاية. كفاية بقى انا خدت عشر صيوف في الظهر يا اخي. وانتظرتك بين فيك كفاية. بس بيني وبينك انت وحشني يعني. حرام بقى. فانا متفقلة بالكارتين دول. لان هو عايز يجي. اوكي? بس هو محتر شوية. بس نييته حلوة هو. نييته حلوة. ده يجده بقى. لا هقولك بحبك بجد والله. مش هقولك الكلمة الاولى بها اخيرة كاف تبقى بفتيك. لا لا لا. هي بحبك. ايه بحبك. تعرف هو شايفك ازاي? شايفك هو شايفك عرض? بس عرض هو مش حوار كبير ولا صغير. بس هو شايفك فرصة. تمام? فرصة. انت فرصة. فرصة اه فرصة حلوة. بكل النواحي بقى. انت فرصة حلوة. فرصة اه شكلا. اه وشايفك ان انت شخص يعني جذب جدا. وان انت كنت مقدم له عرض حلو قوي. يعني هو شايفك فرصة وشايفك العرض كمان انت كنت مقدموله عرض صادق. مش اللي هو اي كلام. بس عرضك كان صغير. يعني اللي هو كنت داخل اه بس مش قوي. كنتش داخل معه قوي. بس يعني انت برضو شخص جذب قوي. وشايفك فرصة. شايفك فرصة فرصة حلوة. فرصة اي مش اي كلام يعني. في المقابل انت شايفه التقى الهوائية غالبة اوي. والمائية برضو. الشخص زي ما قلتلك جامد اه في المشاعر اوي. بيخب مشاعره. ودايما دايما كلامه تقيل. يعني وتحس ان هو انا اسفك كلمة غبي. يلا. غبي. غبي في التصرفات. ومش بيوزن مش بيوزن تصرفات. ممكن يرفع سيفه على اي حاجة. اي حاجة رافع سيفه. يعني ايه عمي طب ما تاخد لها ما باخدش ود. طب لي انا عملتلك ايه? لا ما باخدش ود. انت شايف ان هو جامد المشاعر بس هو مش جامد المشاعر يا برج الحوت. الظاهر والله واعلم ان الشخص ده كان عنده ازمة كمان. الشخص ده كان عنده ازمة وبيحلها. ده كان سبب التباعد. ان هو كان عنده ازمة. والازمة دي كانت مخلية كده. ممكن تكون ازمة مالية او ممكن تكون كنتوا في علاقة سلاسية. وهيتخلص من الطرف التالت ويجي لك. هو كان عامل الوش ده لانه ما كانش عارف يعمل ايه. يعني اروح لده ولا اروح لده. وكان محتار. هو شخص محتار. مش عارف يعمل ايه. طيب. انت يا عم انت يا العايز تقدم لي كاس الحب انت انت بقى هتعمل ايه? ايه الفرصة? ايه ايه مش الفرصة? ايه اللي بيفكر يعمله? هو 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 ندمان جدا. قوي. ندمان لدرجة انت ما تتخيلهاش. وانا عارف ان فيه ناس تقول لي لا 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 ده عمره ما ببقى ندمان. مش بيبين. بص انت شايفه ازاي? دي اللي انت شايفه ده حقيقة هو ده اللي بيزهره للناس. انا جامد انا قوي انا ايه? ولا تقصر معي. ولا ولا ايه حاجة. الخطوة اللي هياخدها انه ندمان قوي. ممكن يكون حيرجع بس هيرجع وهو مخزول ومكسوف منك. لان انت مقابله انت بتحبه يبقى الحوت قوي. مسلا مش عارف اقولها لك ازاي بقى يلا. فهو لما يرجع الخطوة انه هو عايز يرجع بس ما هيبقى مكسوف. يعني ممكن يتكلم معك بس اللي هو يتكلم ايه مسلا عامل ايه ازايك? مسلا ما تكلمش كلام مباشر. تمام? يعني حتى هنا شخص نخبي. نخبي مشاعره. فهو هو ممكن يرجع ولكن اه هيرجع اللي هو مش اه مش الرجوع اللي هو ايه مسلا انا يلا يلا نتجاوز دلوقتي. او يلا نرجع دلوقتي حالا. لا. هو هيبقى مكسوف قوي. وبيترقب انت هتعمل ايه? لانه شخص ده شكله اه عنده كبريق عالي قوي. قوي يعني مش هزار. ويحبش حد يجرحه. ولا حد لو برج الجوزاء يبقى لانا بقوله ده صح. اه بالزبط اهو. شوف الكارت التالت كانت علاقة سلسية. كانت علاقة سلسية. زي اللي انا قلت بزبط. فيه قرار هو خده. الشخص ده. يا اما اختار طرف غيرك في الاول خالص. وبعد كده تبين لي ان الطرف ده اي كلام. وينها العلاقة دي كان كان في علاقة كارما. شخص ده. كان في علاقة كارما. لو انتم ما تعرفوش فممكن يكون كان في علاقة سلسية. كانت في علاقة كارما. شخص ده عايز يجي عشان شايفك الاستقرار. شايفك ان انت ممكن بص بقى ركز معي. من للكينج. انت انت البرنس. شوف انا لفقت انا لفقت على كم واحدة ورجعت لي كنتي في الاخر. انا شفت كم رجل ورجعت لك انت في الاخر. فهو عايز الاستقرار. بس لو رجع هيرجع كده. عشان ما تستغربش. مش هيقول مشاعر خالص. هو الاول هيجس النبط. مساء الخير مساء النور. عامل ايه? او عامل ايه? ما ما تعرفش نعمل ايه? اصل الفوتة الصغيرة عمالها تعيض والفوتة الكبيرة الام مش لايه. بس. هو قوة ده اللي هيقوله. انما ما تتوقعش ادخل يقولك انا بحبك. لانه بص اي كلمة هيجري هيطير. لانه يعني مش عارف مش عارف يوري وشه منك. انت انت شكله معه طعنك عشر طعنات. هو عارف هو عمل ايه كويس قوي. وعارف انه كان مضيع فرصة من ايده. بس انت بقى مش هتسكت. انت هتقوله انت انت لسه تعدين ده متعيط. يلا يا عامل. يلا عامل انا بحبك. زلافرز. انت هتبين له مشاعرك على طول ممكن? ولا هتعمل ايه? دعنا نشوف كده. بس برج الحود هو وحشك قوي يا برج الحود. وانت هتفرح بيه قوي. بس ممكن يكون يعني اللي انت هتعمله ان انت لما يقولك انا غلط في حقك. وتعالى نصلح العلاقة. اه انت. مش معقولة يا برج الحود كده. وبعدين في قلبك الطيب ده بقى نعمل فيك ايه بقى? الشخص ده هيرجع وهو مجروح من علاقة سابعة. وانت هتقوله انا هشفيك. انا خليك تتشافي. الشخص ده هيجي يقولك انا تعبان. تعبان قوي انا غلط انا عادف انا غلط. هتقوله ولا يهمك. ممكن تتعذبه. بص ممكن في الاول تعمله الوش ده. ممكن. تعمله ان انت مش واخد بالك. منه. مسلا. اول هو اهلا. مسلا. تفضل. تفضل اهلا بيك يا اخوي اهل. اهل. تفضل. اه ها. ها. خدت ايه يا خدت ايه من اللي انت روحت لها. وا 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 وا. كده مسلا. ولكن انت في غرضك جوا نفسك انك عايزش فيه. في غرضك جوا نفسك ترجع لعلاقة دي تاني انت بتحبه. بتوقم روحك. ما تكدبش ع نفسك بقى. ما تكدبش ع نفسك اكتر من كده. اهو. انت جواك دي خطوتك. خطوتك ان انت ترجع له تاني. لان انت شايف الاستقرار. هو شايفك وانت شايفه العشر كبات. احنا متفقين انت متفقين. ده رجوع لا محال. دي خطوت اللي هو عايز اخدها. لو هو خد الخطوة دي انت هتاخد الخطوة دي. ما خدش الخطوة دي انا مش اخده الخطوة دي. بس بكل بساطة. طيب بص بقى هو الان من ايه? اللي قالقه او هو شايف ان العلاقة دي اه لو انا جت مسلا وقدمت عرض اللي ممكن يحصل. بص بقى عشان هو عارف اللي عمله وعارف ان هو استفزك واخرج اسوأ ما فيك. فهو خايف ان العلاقة دي تنتهي بالرفض. عشان كده مش عارف يوري وشه منك. خايف يرجع. مع انك بتحبه. بس هو خايف يرجع. عمل بلاوي. الشخص ده عمل بلاوي. ايا كان اللي عمل بسوء عمل بلاوي. بلاوي بالنسبة لك. خايف يقدم عرض الشخص ده عنده كبرياء بشع. فخلي بالكم. عشان ده او زي ما قلت لك. هتصده جامد هيجري. هيجري. خايف يروح يقدم لك عرض ترفضه. يزعل بقى هو. يزعل. دايق بقى. انت عندك عروض تانية على فكرة. بس انت كنت منتظر عرضه وكنت منتظره. ومرجعش وخايف ظنك كتير قوي. سهو خايف بقى بعد المدة دي كلها. يعني هي هتقبل هتقبل مني ان هي اه ترجعلي. يعني بعد اللي احنا عمل ده فيه اه تعمل فينا ده كله. هيقبل اه يتكلمني مرة تانية. اوه خايف كده. بس انت شايف عكس كده. ان ده حاجة غريبة يعني. شايف انها هتبقى علاقة فيها تواصل جامد قوي. يعني شايف ان هي علاقة حلوة قوي. يعني ايه ده في ايه? على فكرة ممكن تكون العلاقة السوري الكراءة عكسية. وممكن يكون هو اللي شايفك انت اللي جامد. وانت بقى اللي ندمان. بس ايه ما اعتقدش ان انت اللي ندمان. ما اعتقدش يا برج الحوت. برج الحوت ما بيندبش على اي حاجة سابها عموما يعني. بطفح كابس. ده طلعت لك مقلوبة. وده كمان مقلوبة. طبع الورق انا عدلية. ده مش عدلية تخيل? يلا. جات مقلوبة. وكويس ان هم جون مقلوبين. شوف بقى يعني حظك يا برج الحوت. ازاي خدت الورق ما بصتش فيه. وكارتك هنا كمان. بص يا برج الحوت دي من عند ربنا. خلاص مش هتكلم تاني. شخص ده كان بيتلاعب بك. مش في الاول مش بيتلاعب. كان بيتملص منك. تجي تقول له ازايك عامل ايه رد عليك بعد ثلاثة ايام. الحمد لله كويس. كان كل ما ما تقرب منه ايبات. اقرب ايبات. العلقة دي كانت افقا. لو كنتوا مرتبطين فهو هراك 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 خيانة. تتكلمه تلاقيه ويتنج مع واحدة. مسلا. تكلمها هتلاقيها مسلا عاملة لايك لواحد مسلا اي حاجة. المرة دي عايز يجيلك بعرض. عرض حقيقي. عرض مش هجدب. عرض كل حب. انا حسبي امتك. انا مش هجري منك تاني. انا بحبك من الاخر. انا عايز اشيب بقى اللي حصل لي. شخص ده يا اما هي حاجة من حال تاني. اما هو في عنسبته بعضه هو اكتشف امتك. يا اما دخل في علاقة تانية كانت علاقة ثلاثية والطرف التارت بالمعنى الاضاق كده. مش هايز اقول الكلمة علاوة بس هو خد الصابونة. طيب اللي مفرحني في الليلة دي مع انك انت اه هو خايف منك. ولكن العلاقة دي مستقبلها ان شاء الله بازن الله في الشهر. لو انتوا رجعتوا البعض. كان في شوية اعتاب في الاول للحركات دي كلها فهتبقى علاقة جاملة. مش علاقة سلسية. لا لا لا. هتبقى هيبقى في احتفال. هتحتفلوا. مقلوبة دي ولا ايه? لأ. هتحتفلوا. ممكن ممكن اه. ده ممكن يقول لك ايه انا عايز اتجاوزك. يلا يا عم. يلا يا عم نتجاوز يا عم انا خلصت خلاص. شخص ده عايز اتجاوز على فكرة. شخص ده عايز اتجاوز. لان اه ايوة بقى هو ده. هو ده. هو ده. هو ده الكلام اللي يفرح. الشخص ده عايز ينهي الماضي. بنقفل صاب حاجة. قديمة بقى اقفل بقى يا برج الحوت بقى اقفل وركز معايا كده. ركز ده نتوقم روحك يا عم. دي العلاقة هي دي انا 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 شايفك لو انت واحدة شايفك والعلاقة دي كان حزين جدا على انها انتهت. اكتشف ان انت الصميت بتاعه وبص. بص الورقة بتكلم والله. اهو. انتو توقم نروح بتوع بعض يعني مش يظهر. الشخص ده لو كان بيه تلاعب بيك فهو عرف قلطته. طيب اه لو لو رجع يا برج الحوت في انتصار ده انت حد تكفل يا برج الحوت. لو رجع تاني. انا عارفة ان مشاعرك كويسة زي الصانع هتفرح. بس هل برج الحوت اه مش عارفة اللي تطلقي. اه في حد ما بين مش. في حد ما بين مش. ممكن يكون هو اوكي. اه في كاز حب هيتقدم طيب حالي. تمام. طيب برج الحوت تعطبه بهدوء ولا تكمل في هزي العلاقة. اعتقد يا برج الحوت ان انت مفروض ان انت متعد بيش قوي. لأ. برج الحوت هيبقى متكبر عليه بقى. وانت جيتليك ملعبي. اه انت خايف. اه. اش قلتلكم? انا كنت شك كان في حاجة هتحصل. لا 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 لا. ليه كده يا برج الحوت? ليه كده? ليه الكوين الكوين? ليه 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 ليه? انت هتديله كلام جميل قوي. ده انت شايل له شوية كلام. لا حصل ولا يحصل. مش بقول لك انت يا خي. وعشان كده خايف منك. ومش عايز بالزلط ومش عايز يوري وشه خالص. ده هو بيحسد قلبي الف حساب. يجي ولا ما يجيش. ده انت يعني شال منه بطريقة. وعايز انتقد. وعندك هواجز. انت بتقول في نفسك انت انت في غريب قوي يا برج الحوت. انت بتحبه. وعايز معاه جواز. وفي نفس ذات الوقت انت خايف منه. بس هتحصل خناء. هتحصل خناء. واعتدي له كلامي يعني جامد. مش زال. اللي هو بص بقى انا رفعه لك سيفي وجاي لك انا لا خايفة منك ولا اي انتاج. انا مش خايفة منك خالص. طب الخناء دي ممكن يعني تصفر عن ضحايا. اه. هتوجع قلبه. هتوجع قلبه جامد. الخناء دي هتوجع القلب قوي. قوي. هتوجع له قلب قوي. ممكن ما ما يبينش. بس بعد الخناء دي فيه شبطر من القصة دي هينتهي. الا وهو الشبطر السيء. وهو ده اللي مفروض يحصل. انت جاءت اهلا وسهلا. انا بحبك اه. وحشني قوي. بس استنى بقى يا معلم لان انا شايلة منك كتير. في قصة جديدة تبتدي. قصة فيها استكرار كرتك يا برج الحود. انت هتبقى مناخد كده الشخص ده هيقول لك بص بقى هو في حكمة. في بداية جديدة. الشخص ده هيقول لك انا ملكي ايدك. انا ضق ضايع يا معلم. انا خلاص. انا عرفت نفسي. انا ماليش في ان انا هعند صاحب بنات. لا خلصت. انت 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 كنت الام الحنونة. انت الام الحنونة. اه هيبقى فيه اهو. هتشتعلوا على العلاقة دي قوي. وهيبقى فيه رد سريع منه. استكرار. في استكرار. العلاقة دي هتتزبط. هتتزبط. الشخص ده هيتزبط. انا عايز اقول لك الشخص ده تعلم درس. بس ايه هو بقى مش هيقوله لنا. مش رودي يقوله لنا. هو ماطي راسه في الارض وخايف يقول. هو ظهر كده انه هو راح لحد تاني. بس انت يا برجو الحود. اه مطعون منه قوي بس يعني. يعني مش عارفة بس انت قديك الحرية. ولكن انت عايز ترجع. اهو. عايز ترجع. انت عايز ده انت عايز تطير عليه. ويبقى فيه استكرار بعد الخناءة دي. وهيشتعل على لك. ما تلقش. هشتعل عليه. لو ما كانش بيهتم ما هيهتم. هيبقى فيه سيطرة. هتبقى. برج الحود اعتقد يعني الكلام واضح جدا. ان شاء الله بازن الله بازن واحد احد رجوع. بازن الله ان شاء الله. والتلات سيطر دول هو اللي هيبطعن مش انت. لان انت هو اللي مطي راسه مش انت. انت زال فل. بس انت بتحبه يا برج الحود. انا عارفة ان برج الحود احنا بندي كلام بيونكا. بس والله ما بيبقى اصدنا حاجة يعني من الوجع مش اكتر يعني. واحنا ما بنعطبش حد مش عايزينه في حياتنا. طيب اه برج الحود كراءة شعر تمانية خلصت. اه ان شاء الله بازن الله هعمل كراءة عن المنفصلين في فيديو لوحده. كل برجه هيبقى ليه تلات كروت. بالترتيب كده فيديو كامل كل الابراج. عشان الفيديو ده ما يبقاش طويل. وعشان كمان اللي يدخل ما يعودش كتير يعني في الفيديو. فمرسيجي داني برج الحود. واتمنى اتمنى اتمنى الكلام اللي في الورق ده بازن واحد احد بازن واحد احد يتحقق. لان انت موجوع قوي قوي برج الحود. وانا نفسي موجوع يلا مش هنتكلم كتير. فان شاء الله بازن الله هيرجع بازن الله ويتعدل. بتاع بنقول الابراج تاني عشان الناس بتسأل بس. احنا عندنا ابراج ترابية. اوكي? ادي ابراج ترابية. وده ده وده برج الجوزاء. اوكي? الشمس والشمس هنا في برج الجوزاء. برج العقرب والاسد. تمام كده? وده برج هوائي برضو. وعندنا برج السرطان. وبرج مائي. اي ان كان اي هو البرج ده. وايه تاني يا ربي? وقلنا برج العزراء قبل كده. وايه تاني? ابراج ترابية زي ما قلنا. ومعطقتش فيه ابراج تانية. اه. لأ مفيش اي ابراج تانية. اه. طبعا برج اكينتا كارتا كينتا. لو بتتعابل بقى مع حد برج الحوت فهواه. ظاهر لنا. هيجي يقدم لك العرض اللاتشيف ده. اه. وبرج الجدي. فمرسي جدا 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 يا برج الحوت. وان شاء الله بازن الله بازن واحد احد يكون الكلام ده متحقق. شكرا.